اهلا بكم في حلقة جديدة من ارنامج اية في حكاية اية اليوم نجيل معالمنا يوحنا صح 20 اية 27 و 28 كمان لما موضوع ظهور ربنا له المجد لتومة الرسول لما كان تومة كان شاكك في القيامة لما قالوله التلاميذ وقال لا انا لازم بسابسة اشوف كل حاجة فربنا جاله مخصوص بعدها باسبوع وقال له تعالى تومة هات اصبعك الى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا فقال له تومة ربي وإلهي وهنا في حاجتين مهمين قوي احتاج بنعمة ربنا الركز عليهم اول حاجة احتواء ربنا لضعفاتنا كبشر يعني موضوع ان تومة مثلا شك وفي ضعف بشري ربنا ما قالش مثلا ما التلاميذ قالوله وخلاص وإيه لازمته انه هو يشك تاني او مش يحتاج يقين بعد ما انا ظهرت للتلاميذ وقالوله لا ربنا جاله مخصوص ظهور مخصوص لأجل تومة وقال له تعالى يا تومة عشان تتأكد بنفسك ورغم ان ربنا مدح الناس اللي هي امنت من غير ما تشوف بعينيها الجسدية وقالتوه والذين امانوا ولم يروا لكن رغم كده برضو ربنا احتوى الضعف البشري بتاعتهما وبيحتوي ضعفنا البشري كلنا مش معنى ان احنا وقات بنوقع محتاجين اليقين ربنا بيسيبنا وحتى لو في ناس بتآمن من غير ببساطة الايمان لكن في ناس بتحتاج انها تسأل وتعرف وتقتنع وتفهم والناس دي ربنا برضو بيقدر دي فينا كبشر انه خلق لنا العقل البشري فهو بيحتوي ضعفاتنا كلنا وده بيلفت نظرنا بقى الحاجة تانية مهمة قوي في تعاملنا مع ولادنا خصوصا الشباب والشابات الولاد كتير في سن المراهقة بيجي لهم اسئلة عن الوجود عن الكون عن ربنا واولا يجي لهم نوع من الشك ومعقولة وفين ربنا واحنا مش حاسين ويقول اقنعني وممكن نتكلم معاه برضو ما يقنعش ازاي احنا يبقى عندنا طولة البال في كلامنا مع ولادنا وازاي نتكلم معهم مرة واثنين وثلاثة وبيهدو بطريقة مباشرة وغير مباشرة وانطول برنا عليهم لحد ما يكون عندهم يقين الايمان اذا كانتما بحث عن يقين الايمان عشان ايمان يبقى قوي جدا بعض الناس قالت انه يعني التمسيت للعزر قالت انه عشان بيهيبشر شعوب بعد كده مش سهلة والموضوع لازم هو يبقف على ارض صلبة كويس لكن حتى لو اعتبرنا انه ضعف بشري فربنا حتوى الضعف البشري احنا كمان مفروض مع ولادنا وبناتنا في شكوكهم في اوقات ما يفهموش الايمان كويس اوقات يقولوا كلام ممكن يبقى صعب ونقول ازاي ابننا بيفكر بطريقة دي ازاي بنتنا بتفكر بطريقة دي لا عادي جدا ازاي احنا كاب وام نعترف دي حاجة طبيعية بتحصل فيهم موضوع الشك لكن احنا بحتوقنا بمحبتنا بطول بلنا بصبرنا بالاقناع بهدوء ونقدر نتناقش وندي ونصلي كتير وربنا هيدي نعمة في الاخر ان كل ولادنا بنعمة المسيح يوصلوا اليقين الامان ويبقوا واقفين فعلا على الارض صلبة طالما احنا احترمنا ضعفهم زي ما ربنا احتوى ضعف القديس طوم الرسول في يحنى 20 27 و 28 لإلهنا كل مجد وكرم الابد امين اشتركوا في القناة